معامل ومصانع لإنتاج الأعتدة الخفيفة وقنابر الهاون إضافة إلى مختبرات الفحص وميادين الرمي افتتحتها هيئة التصنيع الحربي قيادة العمليات المشتركة بيّنت أن افتتاح مصانع حربية محلية يمثل انتقالة نوعية في دعم القوات الأمنية وتلبية متطلباتها من الذخائر والأعتدة وخطوة مهمة في تطوير الصناعات الحربية العراقية نحتاج إلى صناعة محلية عسكرية هذه الصناعة المحلية العسكرية سوف تلبي متطلبات قواتنا الأمنية وبنفس الوقت أيضا تعطينا ما نحتاج إلى دون ضغط وبأموالنا الاعتيادية وهذا الحقيقة شيء مهم جدا وأيضا نتخلص من إطالة الزمن في وصول الإمدادات أو في التعامل مع دول تحتاج إلى أوقات حقيقة طويلة جدا من سلاح وعتاد هذا من جانب من جانب آخر أيضا خلق فرص العمل من جانب آخر أيضا الحقيقة تطور الكبير في أداء ما نمتلكه وخصوصا أموالنا ما راح تخرج إلى الخارج دعم هيئة التصنيع الحربي ورفع قدراتها الانتاجية يمثل استقلالية كبيرة في الاعتماد على المنتوج المحلي في إنتاج أسلحة وأعتدة تعزز من قدرات القوات الأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وهو ما أشار إليه متخصصون في الشأن الأمني مسألة الأسلحة الخفيفة والتي يمكن صناعتها في العراق هذه مسألة مهمة تعزز من قدرات القوات المسلحة على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية إضافة إلى تطوير القدرات على تصليح وإعادة صيانة الأسلحة المحطوبة التي تعطل من الممكن إصلاحها أيضا في معامل التصنيع الحربي ويحد من مسألة الاعتماد على الخارج في استيراد الأسلحة وبذلك يوفر الخزينة العراقية الكثير من الأموال وكان القائد العام للقوات المسلحة قد وجه وزارتي الدفاع والداخلية بالتعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لتزويد متطلبات الوحدات العسكرية والأمنية من الأعتدة والأسلحة والمعدات والآليات التي نجحت الهيئة في تصنيعها محليا من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية